ازايكو حبيبي عاملين ايه والنهار ده هنتكلم عن ملخص احداث الحلقة الاولى من مسلسل البيت الملعون بيت بتسكن في رزان اللي هي الفنانة هودا حسين مع اولادها نادر وندرة البيت ده فيه مفاجآت قوية جدا فيه سلسلة كبيرة من الرعب وخفاية واسرار الحلقة الاولى بتبدأ بوجود رزان مع جزه زيت واولادها نادر وندرة في بيتهم وبتزورها بعد كده لمياء اللي هي تكون عامة الاولاد واختي جزها لكنها طبعها صعب جدا جاية ومعها بشير جزها ومصاممة ان هي تسكن مع اخوها ومراته اولاده في نفس البيت وان هي باعت البيت بتاعها وجاية هنا علشان تقعد مع اخوها طبعا رزان كانت متفاجأة كتير وعارفة ان طبعها مش كويس علشان كده ما كانتش حبة وجودها لكنها كانت سكتة طبع الوقت وما تكلمتش راحها بزيت باخته واخترت الاختي كمان ان هي تاخد الغرفة بتاعت نادر بالزاد ونادر كان متضايق كتير وراعه علشان خاطر يفضلها الغرفة وهو طبعا مش حابب ده الشير كان متضايق جدا بسبب تصرفات لمية زوجته وبيقولها ما ينفعش ابدا ان يجي وانكركب حياة الناس لكنها برضو بتطلب ان هي تتعشق وبتروح رزان بمنتهى الادب وبتعمل العشق مش بتحب رزان ابدا لمية لكن رزان شخصية محترمة بتتكلم مع بشير وبيقول لها ان احنا يعني لما اخذة ان احنا جينا نقعد عنده كل حد بس ما نجيب بيت يعني او نقعد في فندق قالت له البيت بيتك وما فيش اي حاجة لمية لما جات شافت جزها بيتكلم مع رزان كانت متضايق كتير وقالت له ايه لو قفك معاه وبتتكلمه في ايه نادر قال لبشير اللي هو جز عمته ان في بيت هو يعرفه ممكن يروحه ويشتروه من صاحبه وداله كمان العنوان لكن مصر الامية ان هي تعمل مشاكل دايما بين رزان وبين جزها زيت تاني يوم الصبح فاقت وما لقيتش جزها وسألت عليه وراحت علشان خطر يحضرونها الفطار واتأمرت عليهم وكانت هتعمل مشكلة وروح بعد كده بشير علشان يسأل عن السكن اللي جنب زيد لكن في واحد نصح ان هو ما يسكنش جنب زيد لانه واكل حق امراته اولاده بيعملهم معاملة وحشة واخد كمان ورس زوجته رزان وعايش فيه ومسجل البيت باسمه فنصح ان هو احسن له ما يسكنش يعني قريب منهم بتتأمر لمية علشان عايز الفطار وبتحصل مشاكل وبتروح رزان علشان تعمل الفطار من غير اي كلام وبعد كده بيتدخل زيد وبيتخانق مع زوجته كل مرة بسبب اخته وبعد كده طبعا بنشوف ان هو دايما بيتعامل مع اخته معاملة كويسة جدا وبيحاول ان هو يرضيها على حساب مراته بيتخانق معاها وبيضربها قدام اخته وقدام اولاده فراحت رزان اتكلمت مع جوزها ان هو هي عاملة معاملة كويسة حتى قدام الاولاد لان ما ينفعش ابدا المعاملة دي قدام الاولاد قالها ان هي دي معاملته كان حد جدا معها لان طول عمره طبعه كده ومن لايه بعد كده ان بشير قعد بيتكلم مع رزان وبتيجي كالعادة زوجته وبتزعق له وبتقول له ايه اللي اعادك معها وبتاخده على طول على فوق بتتعمد تعمل مشاكل دايما ورزان بتبكي واولادها بيحاولوا يهدوها لكن زي كالعادة بيخش وبيتخانق معاها نادر بيتكلم مع بشير بينما منشوف بعد كده ان بشير بيتكلم مع زوجته ان هي تبطل غيره من رزان لان رزان مخلفه هي مخلفتش علشان كده ممكن تكون بتغير منها ردت وقارت لا طبعا انت فاهمه غلط قال له انه هو مش حابب اصلا موضوع الاولاد يعني هو بيحبها هي ومش مشكلة الاولاد رزان كانت نايمة وبتحس كده كأنه في شبح في البيت ولم يبتقوم من النوم بتلاقي بشير بيلبس ويقول انه لازم يروح فندق وانه هو تقيل جدا هنا على البيت ما ينفعش ابدا انه هو يفضل ساكن معاهم يعني المفروض يروحوا بيت او يروحوا فندق حتى ونزر علشان خاطر يدور على بيت لم يراحت علشان تتكلم مع اخوها وتقول انه هي سايبة البيت وما رديتش ابدا تقعد علشان تاكل معاهم وقالت لين المشكلة اللي حصلت دي كلها وان بشير حاسس نفسه تقيل بسبب مراتك مراتك اللي بحاسسان انه هو تقيل وان دا بيتي وبيت اخويا لكن مراتك مش عايزانه وبتعاملنا معاملة وحشة لم يعملت مشكلة كبيرة بين رزان وبين جزها زيل علشان كده زيد قام وتخانق مع مراته وزعق لها قدام الكل وكالعادة بيجرحها قدام اخته قدام الاولاد اتخانق معاه وقالت لها على الاوضة كان حيدربها قالت له انها مش عايزة تطلع على الاوضة وان هي مش عايزة اصلا تكون معاه قالت له كمان لازم تطلقني سحب السكينة عليها ومسك السكينة وقال لها لازم تسمعي كلامي نادر اتدخل علشان يحمي امه من ابوه لكن السكينة مرة واحدة جات في واحد فيهم يف نادر يف زيد طبعا مش هقولوك بالزبط السكينة جات في مين لكن هنتابع داف احداث الحلقة التانية من مسلسل البيت الملعوم اتمنى تشتركوا في القناة وتستنوا كل جديد عن قناتي قناة قصة مسلسل اشوفكم على خير واستنوا باقي الحلقات باي باي